مات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومع موته انتقل السؤال البديهي إلى الواجهة وهو متعلق بمن سوف يصل إلى دفة الحكم في إيران ليس فيما يتعلق بالرئيس فحسب بل أيضا بخليفة المرشد الأعلى نفسه في الحقيقة لا يرجح أن تؤدي وفاة الرئيس الإيراني إلى أي تغييرات فورية أو حتى جذرية في النظام الحاكم أو في سياسات البلاد فمنذ الإطاحة بحكم الشاه بقي النظام على حاله لعقود من الزمن يأتي الرؤساء ويذهبون وبعضهم أكثر اعتدالا من غيرهم لكن الجميع ظل يعمل في إطار هيكل النظام الحاكم نظام يحكم بزمامه المرشد الأعلى علي خامنئي بالرغم من أن اختيار الرئيس يتم وفق انتخابات مباشرة إلا أن المرشد الأعلى له الكلمة الأخيرة في جميع السياسات الرئيسية ويعمل كقائد أعلى للقوات المسلحة ويسيطر أيضا على الحرس الثوري الإيراني من الناحية النظرية يشرف رجال الدين على النظام ولكن عمليا يدير المرشد النظام الحاكم بعناية لتحقيق التوازن بين المصالح المتنافسة والتأكد من عدم تحدي أي جهة لدوره القيادي يخلف رئيسي حاليا نائبه محمد مخبر لفترة مؤقتة وفي غضون خمسين يوما ستجر انتخابات لاختيار رئيس جديد للبلاد بطبيعة الحل فإن إدارة هذا الاقتراع سوف تدار بعناية لاختيار رئيس يحافظ على الوضع الراهن هذا يعني أن إيران سوف تستمر في فرض درجة معينة من الحكم المتشدد وقمع المعارضة تقول وكالة Associated Press كما سوف تستمر في تقصيب اليورانيوم ودعم الجماعات المسلحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط والنظر إلى الغرب بريبة عميقة كما يؤكد العارفون بخفايا السياسة الإيرانية ذلك لكن ماذا يعني كل هذا بالنسبة للخلافة؟ في الحقيقة إن أي تغيير كبير في إيران من المرجح أن يأتي بعد وفاة خامنئ عندما يختار مجلس الخبراء المؤلف من 88 عضوا مرشدا أعلى جديدا للمرة الثانية منذ عام 79